بيد أمه التي ولدته وأنجبت ثم أقبل على أمه هل ستعطيه الأم هذه المغفرة وتقبل توبة وتدخل الجنة؟ والله الأم ما يحتاج قلبها حنون نسوينا حلقة عن الحنونة فما بالك يا شيخ علي إن الإنسان إذا أسرف وقصر في جنب الله وأراد أن يتوب وأراد المغفرة يقبل على من هو أرحم به من أمه التي ولدته النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات معه بعض السبي وكان من ضمن هذا السبي امرأة فقدت طفل رضيع لها فبدأت تبحث تبحث عنه والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون إليها حتى وجدت هذا الطفل الرضيع فحملته وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها بكل عطف وبكل حنان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ينظرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتظنون أن هذه ملقية ابنها في النار قالوا لا والذي بعثك بالحق يا رسول الله فقال لهم لالله أرحم بعباده من هذه بولدها ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون شيخ خالي كان أحد السلف يقول ويدعو الله عز وجل عندما تذكر ذنوبه ومعاصيه بين يد الله عز وجل كان يدعو الله عز وجل ويقول يا من رحمتك وسعت كل شيء عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي وتجاوز عن سيئاتي الله يا من رحمتك وسعت كل شيء عبدك شيء من الأشياء فاغفر لي ورحمتي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا كل الذنوب كل الذنوب شخل الله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات حتى لو ما يصلي ويعفو عن السيئات حتى لو كان عاق لأمة وأبوه ويعفو عن السيئات حتى لو كان غارض في الربا ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون لا إله إلا الله شيخ علي أفجر إنسان مر على الكرة الأرضية الإنسان الوحيد الذي تكبر وطغى على الله سبحانه وتعالى ونادى بأعلى الصوت وقال أنا ربكم الأعلى فرعون حينما أدركه الغرق في البحر أتى جبريل عليه السلام وبدأ يدس في فمه الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله عز وجل بها فقال الله جل في علاه لجبريل يا جبريل وعزتي وجلالي لو استغاثني واستغفرني لغفرت لها يا غالي هذه رحمة الله بمن تكبر على أمر الله ونادى وقال أنا ربكم الأعلى فكيف هي رحمة الله بمن أقبل على الله منكسرا تائبا باكيا يرجو ما عند الله جل في علاه الله أكبر شيخ علي من رحمة الله عز وجل أن الله توارك وتعالى هو ينادي الشخص لأن يتوب إلى الله قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم شكرا ترجمة نانسي قنقر